بسم الله والصلاة والسلام على صور الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا وسهلا بالجميع ان شاء الله الجميع يكون بالف خير كما عكم تشوفوا احبتي في الله اليوم احنشوفوا خطوات العملتها هاد الوحدة وحدة جميلة يعني سراحة اليوم احنشوفوا خطوات العملتها الوحدة الفيديوهات القادمة باذن الله هنشوفوا طريقة الالتساك وكذا هنشوفوا خطوات عمل مفارش من نفس الوحدة وممكن راح نكونوا تلايك خزانة اخدمتها بهذا النوع تعلق الخيط رقم 16 هنا نوع الخيط اختياري كل الوحدة والنوع واللون اللي تفضل اكيد رقم الكروشي عندي 12 جادي واحد صفة صفة ميلي متن الى كان عجبتكم الوحدة احبتي ما تنسوش اللايك للفيديو اكيد والاشتراك الى مش مشتركة فضلا وليس امان البرتاج اه في المواقع التواصل اللي تعوم الفايدة نبدو على بركة الله دائما قبل ما نبدو اه نصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام اخواتي احنا نبدو معكم هذا القلب وهدو البتلات الاثنين بهذا اللون وبعد نكمله عادي باللون الابيض يعني باش تكون فقط واضحها في القميار يعني بديت تصويب اللون الابيض يعني نعمل مش واضح بسم الله نبدو على بركة الله عندنا اه اتنى عشرة غرزة نبدو بعقدس البداية واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احد عشر اتنى عشرة عملنا اتنى عشرة غرزة اتفع في ستة ستة وندخلو لداخل الدائرة ونعملو اربعة وعشون غرزة حشو احنا اعمل اربعة وعشون غرزة حشو اعملت اربعة وعشون غرزة حشو احنا اتفع نقفلو اولا الضائعة بمنزلقة هكذا ونطفعو ثلاث غرزة واحد اتنين ثلاثة اللف لفة واحد عدية طب عامد الغرزة الموالية نعملو كذلك عامد لكن العمل يبقتنا على القرش نفس الشي راح نلف لفة واحدة نعملو عمود اجهو ثلاثة اعمده على القرش نسحب الخير نطفعو خمسة راسل واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة نفس العمل الغرزة الموالية كذلك نعملو عمود لكن العمل يبقى على القرش اللي بعدها كذلك عمود على القرش واللي بعدها عمود على القرش حتى تكون عندنا ثمن مجموعات بتكونين من ثلاثة اعميدة بغزة واحدة المسافة تكون اه خمس سلسل واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة نلف لفة واحدة واحدة الموالية كذلك عمود على القرش عمود الثاني على القرش والعمود الثالثة على القرش نسحبو الخير تكون عندنا ثمن فراغات احواصل وصلت العمل كما كنتشوفوه حنكفلو هنا في اول اعظم يمو ذلك نتفعو السلسلة نتبهوا جيدا هنا نطلب شيء التفكيز في هذه اول اه اعمل هذا اول بالتلة بتاع الوضع هذه نتفعو السلسلة ندخلو لاول حلقة اول فراغ بتلت راس حشو واحدة اثنان وهذه تلاتة اعملنا تلات راس حشو نتفعو احدى عشرة رازة واحدة تمين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احدى عشرة اعملنا احدى عشرة رازة نحن نخلف هذه الغازة الاولى هذه نجيل الحملتها للتانية نخلف الغازة الاولى نخلفها التانية راح نعملو فيها غازة حشو احواصل على جامعة بقية الغاز يعني غاز حشو ترجمة نانسي قنقر عملت على جميع الغاز الغاز حشو الآن ندخلوا لهذا الجهة ونعملوا غازة حشو أول غازة حشو نقلب العمل مباشرة العمل سيكون نحزه غير نصف الغازة نحزه الغازة كاملة عندنا الغازة على شكل حفل فيه نحزه هذا الجهة فقط جهة واحدة فقط العمل سيكون دائما نفض نصف الغازة نفض نصف الغازة ونعمل غاز حشو حتى نصل إلى هنا وضعة ونفض الغازة ونعمل غاز نصف للغازة من المستخدم الغازة اكثر من الماضيع إن شاء الله سوف نعمل غاز نصف النصف ويتمقل هكذا وصلنا الى الزاوية في هذه الزاوية ندخل ونعمل 2 1 2 2 زيادة في هذه الزاوية ودائما تكون زيادة في هذه الزاوية لكي نجد العمل دائري هنا اعملت اثنين غرس حشو نجيل هذه الجهة نفس الشيء مباشرة نفيد الغرس ونعمله هنا نتبه حيث يكون غرس حشو نعمله غرس حشو على طول السطر هكذا 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 نفده جميع الغرس هكذا اعملت غرس حشو على طول السطر نجي الى هنا ندخل بمنزلكة هكذا هكذا نعمله فك هدو الغرس الحشو منزلكة هنا نعمله غرس حشو اعملت منزلكة في اول غرس حشو الآن نقلب العمل مباشرة بعدما نقلب العمل نفده فقط نصف الغرس 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 هكذا ونعمله غرس حشو نفده نفده هذه الاولى نصف الغرس هكذا 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 دائماً زيادة في هادو الغرس بعدما نقلب العمل غرس حشو على طول السطر ينصلون لنا واحدة ثنين ثلاثة نلقى واحدة ثنين ثلاثة ثلاثة غرس حشو هنا هكذا نعمله ثنين غرس حشو هنا ثنين غرس حشو وهنا ثنين غرس حشو هيكون العمل يضعف هنا يجعو ستة غرس حشو دائماً نفده غير نصف الغرس انتبهوا واحدة وهذه ثنين الزيادة ثنين نفس الشي نفده نصف الغرس واحدة الزيادة ثنين والجهة هادي نفده نصف الغرس دائماً واحدة الزيادة ثنين هكذا نفده نصف الغرس ونواصل العمل الثاني في هادي الجيهة على طول السطر نفده من نصف الغرس ونعمله غرس حشو نصف الغرس هكذا نفده نفده جميع الغاز نخلفه حتى الغرس هكذا هكذا هذا هو العمل الثاني الآن ندخلوا للحنة لعدة الفراغ نعمله الثاني غرس حشو هادي الثانية نقلبه العمل هكذا نفده نصف الغرس ونواصل العمل بغرس حشو حتى نصل إلى هنا ونعمله نفس الخطوات الزيادة في جميع الأسطاع زيادة نفده نصف الغرس ونعمله غرس حشو باش تجينا البيتلا آآ عند هادو التموجات ان شاء الله العمل بك وهو واضح معكم وعكم فهمتوا الفكرة وصلنا للزاوية دائما كنت لكم الزيادة تكون في هادو الثلاث غرس اللي هنا عندنا زيادة هنا وحدة ووحدة ووحدة يعني نعملو تنين 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 يرجعو ستة غرس حشو نتابهو نفده نصف الغرس نعمله وحدة غرس حشو ثانية مضعفة نفس الشي نعمله غرس حشو دائما نفده غين نصف الغرسة ثانية نهزه ونفده كذلك الغرسة الموالية الثالثة غرس حشو وثنين المضعفة هذا هو العمل الآن نوصله غز حشو حتى نصل إلى هنا يعني نفده نصف الغزة هكذا حتى نصل نعمل 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 وصورا C يصلنا إلى هنا نعمل منزلقة هكذا كنا. ونحن جيها تكون من ذلك اهنا غازة حشو. مباشرة نقلب العمل. مباشرة نقلب العمل ونوصل العمل. غاز حشو هدي بكامل حتى نصل الى واحدة اثنين وهدي ثلاثة. اللي يجيو هنا مقابلين في في الوسط العمل. غازها شو هاك انا. تمت نعملكم جميع الخطوات وننقش حتى خطوة باش تكون واضحة معكم. اه جيدا يعني. شوية تبكز فقط. العملها سهل. دائما نصف الغازة نعملو. غاز حشو. هكذا. هكذا. وصلنا الى هذه الزرية واحدة. اثنين وهدي ثلاثة. هتكون فيهم الزيادة. يعني. نفتو نصف الغازة واحدة وهدي ثنين. نفس الشي. نفتو وحدة وهدي ثنين. نفس الشي الغازة الموالية. دائما ثلاثة غاز. نفتو غازة. نسخ الغازة. نفتو نصف الغازة دائما نوصي على هذه. باش يجيكم التموش في البتيلات. وغازها حتى ننهي العمل تخلفوش حتى غازها انتبهو جيدا جميع الغاز افدوهم الان نعملو غازة الحشو الثالثة وهذا خلاص انا نتوقفو على العمل نوصلو غازة الحشو الثلاثة قمنا العمل تاع اول بتيلة انتبهتو هادا هو العمل تانا ان شاء الله الشرح كان واضح معاكم خياتي نفس الخطوات اللي هتعملوها هانا في جميع ثمن بتيلات ندخلو بتلتة غازة حشو واحدة اتنين وهذه ثلاثة اتفعنا بحد عشر غازة واحدة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشرة خلفنا واحدة الغازة اتنين عملنا لها غاز حشو احواصل خياتي حتى اصل الى الغازة الحشو تنينة غازة الحشو في هذه الجهة الثنين ونرجع معاكم باش نشوفوا خطوات الاتساك البتيلات مع بعض واصل العمل حتى اصل الى السطر وغازة الحشو تنين احرجع معاكم وصلت العمل كما كنت لكم من نفس الخطوات وصلت الى هنا ساعة الغازة الحشو ونوصله العمل احنا نوصل الى نفس الخطوات احنا نعملو غاز حشو في نصف الغازة كي نوصلوا الى هنا كنا تكون زياده في الغازة الغازة اللي في الواسط واحدة منا واحدة مننا يعني تلاتة واحدة اثنين تلاتة نضعفو العادل نعملو هنا تنين 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 غاز حشو يفجعو ستا ونواصلو العامل تعال الغاز الحشو على طول السطة في نصف الغازة كي نواصل هنا ندير المون زالي كتاي احنا بط لعمل مع بعض انا نواصل هادا السطة بنفس الخطوات كي نواصلو الهنا نفجعو مع بعض واصلت السطة هكذا الان احنا نعملو موزلقة هنا كما قلت لكم انتبهوا هكذا انتبهوا جيدا العامله هيكون هكذا اهلسك هادي ما هادي نجي الاول غازة هنا نفضل النصف فقط نتبوت نسف نفس الشي النصف تا هادي جيهة هكذا النصف مع النصف هكذا نسحبو هادا الخيط دخل الكوشي ندخلو هادا الخيط هكذا انشاء الله هوا هي واضحة النصف و النصف تا هادا جيهة نسحبو الخيط تاعنا هكذا نعملو غازة هادي واحدة نفس الشي النصف مع النصف و نسحبو الخيط داخل الغازتين غازة تنين عملنا تنين غاز الآن الثالثة نفضلو من هادا الجيهة نصف الغازة و نفس الشي من هادا الجيهة نصف الغازة هكذا و نسحبو الخيط و نعملو الغازة الثالثة راح نواصل حتى يرجعو عندنا خمس غاز مع بعض يعني ملتسكين مع بعض نفس الشي هادا رابعة انشاء الله هفهمتوني وش نقصد نفضو هاكذا عندنا هادا الخيط نفضو هادا النصف الغازة و النصف الغازة هاكذا نسحبو الخيط هادي الخمسة عندنا خمس غاز ملتسكين مع بعض هاكذا و نرجعو للعمل تانا هادا تأهد ديها راح نواصل هادي نتابعو جيدا هادا هو الوجه تاع الموتيف و هادا الخلف حيكون دائما الالتساق خلف انتابعو هادا النقطة جيدا عندنا ها هو الوجه تاع البياسات تانا والخلف تانا ها يكون دائما فيه الالتساق رقزو جيدا دائما نتغلطوش في السطر اللي تلتسكو في البيتلات مع بعض و نواصلو عادي حتى نصل الى نهاية السطر و كنا كنواصلو لهنا غوزة حشو ثلاثة ساي انهينا العامل و احنا راح نواصلو لها في هذا السطر احنا راح ننهيو العامل تانا احنا في الزاوية دائما عندنا زيادة واحدة سوج ثلاثة اقزو فقط يعني اي ساهرة البياسة جدا هنا زيادة واحدة في نفس الغازة تنين نفس نفس الشي عفون نفس الشي واحدة هنا تنين و كدلك هنا واحدة هنا تنين وهنا نكملو عادي جدا السطر غوزة حشو دائما نرفضو نصف الغازة اه العامل هذا ممكن هو لي ميجيش واضح بزاف في الكاميرا لان غيرت اللون اه كان ابيض مش واضح خلاص والاصفاء قليلا يعني ممكن اه العامل ايكون شوية مش واضح في الكاميرا اعتدر منكم لكن تبعوا الكلام احتفهموه جيدا و قوتكم ما تخلفوش حتى غازة هادي هي وهذا هو و نقفلوه هنا غازة حشو تلاتة رقم تلاتة ننتقل الى الحلقة المولية واحدة اثنين تلاتة نطفع بحتاش نغازة كما كنا و نحن واصل هذا العامل تتكون عندي ضائعة عفون ورده يعني على شكل ورده تكون واحد اثنين تلاتة 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 اثنين البيتيلة الاخية ستكون طيقة الالتتاك في البيتيلة هذي لمقبل الاخية وفي البيتيلة الاولى احنا نخليه خمس غاز واحد اثنين ثلاثة ابعة خمسة ونفس الشيء اللي عملناه في الخطوات السابقة نفس الشيء احنا نفضو نصف الغازة من هادى الجيهة بتاع البيتيلة هذي ونفس النصف الاخى من هادى الجيهة احنا نبضو ونلسكو البيتيلات مع بعض بغوز حاشو هكذا النصف منا والنصف منا ان شاء الله فقط اهي واضحة معاكم النصف والنصف حتى ننهي الغاز هادو اللي عندنا احنا نقمنا بالالتساك جميع البيتيلات مع بعض نصف دايمان كلكم ما تنساش حتى حلق غازة احنا نقطع بسلسلة واحدة احنا نقطع الخيط هنا هذا هو العامل نضفت العامل خياتي كما عاكم تشوفوا هذا هو العامل نواصل للعمل احنا نحسب واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة في سادة صغيرة نسحب الخيط اقود احنا نعمل اقود بعد ما عاقدنا الخيط نحسبه واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة في سادة صغيرة يكون العامل احنا نسحب ان الخيط احنا نقطع خلس سلسلة واحد اثنين ثلاثة أبعى خمسة لفلفة واحدة نخلف غوزة الغوزة الموالية عندنا عمود اثنين سلاسل نخلف الغوزة الموالية عندنا عمود لكن العامل هنا سيبقى على الكوشي نغوز على الكوشي لفلفة واحدة نجل بيتل المقابلة نخلف الغوزة الغوزة الموالية عندنا عمود على الكوشي يجو عندنا ثلاثة غوزة نسحب الآن الخطة وسط الغوزة تكون هنا زاوية نفس الشي نخلف الغوزة غوزة الموالية عندنا عمود ثلاثة نخلف الغوزة غوزة الموالية عندنا عمود نخلف الغوزة نخلف الغوزة غوزة الموالية عندنا عمود اتنين سلاسل نحن نخلفو غزة الغزة الموالية عندنا عمود نتابو جيدا تكونوا عندنا واحد تنين تلاتة ابعة ابعة مع بعض نحسبو واحد تنين تلاتة ابعة كي نكونوا ابعة مع بعض احنا نتفعو تلات سلاسل واحد تنين تلاتة وفي نفس الغزة يعني اللي فيها هذا العمود نعملو عمود ستكون هذه الزاوية تعال بيتلا هتكون هذه هي الزاوية الزاوية دائما هتكون هنا في الوسط اربعة مع بعض زاوية ثلاث سلاسل وفي نفس العمود عندنا عمود نوصلوا بنفس الخطوات اتنين سلاسل نخلف هذه الغزة الغزة الخطوات المоїئة نوصل ننخلف الغزة الموالية عمود ويبقى على القرشي لان نقوم نديجة ابع موابعة واحد اثنين ثلاثة ابع هدا هو العمله هيكون على البتيلة هي نفس الشي اللي عملنا هنا في هذه الزاوية نخلف هنا غوزة في الغوزة المواريان عمله عمود في البتيلة المقابلة تكون عندنا تلت غوزة على القرشي نسحب الان الخط داخل هذا الغوز هذا هو العمل انتبهوا هذا هو العمل اربع موابعات زاوية هنا متكون مثل سلاسل وابع موابعات واحتواصلوا بنفس الخطوات احواصل حتى نصل الى هنا وصلت بنفس الخطوات كي ما كنت لكم هدا هو اللي عملت انا وصلت الى هنا بدنا بطنين موابعات هنا عملت معبع كي ما عكم تشوفوا لازم يكونوا اربع موابعات هنا نطفعوا بطنين ندخل الى هنا ونعملوا غوزة حشو هاكذا هذا هو العمل التانى نطفعوا اربع غوزة اللفلفة واحدة ندعبوا احنا اتل هذا العمود فك هذا العمود ونعملو عمود لكن يبقى على القرشي واللفلفة واحدة فك هذا العمود اللي هنا كدلك نعملو عمود ويبقى على القرشي الان تسحبوا الخطة هذا هو تكونت عندنا زاوية نطفعوا سلسلة واحدة فك هذا العمود نعملو عمود هاكذا نطفعوا اربع غوز نعملو غوزة البيكو هاكذا نحنو في السطر الاخير هادا السطر لكن تلاحظو هادا هو السطر الاخير سلسلة فك هذا العمود نعملو عمود سلسلة سلسلة فك هذا العمود عندنا عمود هاكذا ابا سلسل نعملو غوزة غوزة البيكو هاكذا في الواسط هنا هاكم تشوفوا في هذه الزاوية نعملو عمود اربع غوزة البيكو هاكذا غوزة حشو هاكذا سلسلة وفي نفس في نفس الزاوية نعملو كده الكعمود اربع سلاسل غوزة حشو سلسلة وفك العمود هاكذا اللي احنا عندنا عمود اربع سلاسل غوزة البيكو انتبهوا الزاوية نعملو الثلاثن نعملو غوزة اربع سلاسل تشوفنا اربع سلاسل اربع سلاسل نعملو ووصولنا الزاوية نعملو بشوفه الزاوية الثانية نعملو عمود تشوفنا عمود فقها رجلة البيكو نفس الشي هنا يا كذلك رجلة البيكو سلسلة في نفس الزاوية عندنا عمود سلسلة آآ رجلة البيكو سلسلة فق العمود عندنا عمود ورزة البيكو هاد هي الزاوية التالة دي هكذا الزاوية تقول هكذا الآن نوصله عادي سلسلة فق هذا العمود عمود عبع سلاسل ورزة البيكو سلسلة فق هذا العمود عمود عبع سلاسل ورزة البيكو السلسلة فق هذا العمود عفوا عندنا عمود هذا العمود سيكون في الزاوية نخلي العمود العمل على الكوشي نجيل البيت للمقابلة ونعمله عمود الآن نسحبه الغاص هدا هو العمل هذا هو العمل فقط في الزاوية زدنا فيها هاد العمل اتنين عمودة آآ ابعت آآ رزة جغوز بيكو بناتهم سلسلة ان شاء الله وهي واضحة وصلت العمل كما كنت شوفوا هذه هي النتيجة طبقت لي آآ آآ قطعة احنا نعملو من ذلك هكذا ونطفعو اربع سلاسل ونعملو غزة البيكو ونقطع الخيط ملتفعو بسيسلا ونقطعو الخيط انا ما حاش نقطع الخيط لاني احنا نقوم بالتساك البياسات مع بعض الزاوية الزاوية هاته الزاوية هاي واصط تنين عندنا هنا في غوز البيكو 1-2 نفس الشي في هذا الزاوية كدة عندنا 2 اميدة واحدة تنين هاي هاي. بنسبوع وصلت العمل حتى اه وصلت لهذه الزاوية الاولى لحن نكونوا بالتساك مع هذه هنا عملنا غزة البيكو نطفع بسلسلة ندخل الزاوية هذه هكذا نعملو عمود نتابه جيدا نطفع بسلسلة نجيل هذا العمود الاول هنا لفي الزاوية الاول هنا نعملو ونزلقا هكذا ونطفعه من سلسلة نجعل هذا العمود بتاعنا ونعملو عمود الاول مع العمود الاول اللي في الزاوية نفس الشيء نكون هنا تفاصيل سلسلة والعمود الثاني اللي في الزاوية هذي اللي هنا هكذا نطفعه اثنين سلسلة نجيل هذا العمود كذلك ثاني اللي في الزاوية هذا التاني نعملو ونزلقا هكذا ونرتفعه اثنين سلسلة نجعل العمود الثاني ونعملو رازة البيكو ثانية كذلك نحن نغطل العمود الثاني كما تسابقا نطفع سلسلة نجيل هذا العمود اللي هنا نعملو عمود نضيف أربع السلاسل نضيف أغزة البيكو نضيف الزاوية الزاوية نضيف الزاوية نضيف الزاوية نلتخرف الزاوية كما قالت الحلوب نضيف الزاوية نضيف الزاوية نضيف ثليο نضيف العمود المقابل 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 ووصلوا لعمل تا الوحدة. عمود. عبا سلاسين. واضح بكم. هذا هو العمل. احواصل. وصلت العمل بنفس الخطوات. اتفعو السلسلة وضع الخطانة. وهذا هو العمل تانا. هذا هو العمل تانا. خطوات التساك الوحدة مع بعض. ان شاء الله كانت واضحة معكم. اشتركوا في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.